رعدية ستخص خلال هذه أمسية تقريبا كل هذه الولايات أما خلال يوم الغد نسبة رطوبة عالية ستخص الوجهة السحلية الوسطى والغربية لتصبح الأجواء الصيفية مشمسة تقريبا على جل السواحل لكن على المرتفعات والهضاب خلال أمسية الغد إن شاء الله سحب ركامية رعدية ستخص المرتفعات والهضاب لكن خلايا رعدية مرفوقة بأمطار شكل زخات ستخص أقصى الجنوب وكذلك منطقتين الأهجار والتاسيلي مزاوب رملي ستنشط على مناطق الجنوب الغربي السحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقية 22 درجة تقريبا على كافة المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية لكن تفوق 25 درجة المرتفعات الداخلية الغربية تقريبا نفس المقياس على منطقتين الأهجار والتاسيلي ترتفع إلى غاية الوحدة والثين درجة للسحراء الوسطى أما خلال يوم الغد درجة الحر القسوة تقارب 32 درجة بالعاصمة 31 درجة على وهران ترتفع إلى غاية 41 درجة المعسكر غليزا نشلف نفس المقياس على شمال الصحراء 44 درجة كان المقياس وهذا لتندوف تيميمون وأدرار ولن تتعدى من 40 درجة لأقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد ابقى هادئ وجميل على السواحل الشرقية مع رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لكن بحر من هادئ إلى قليل اتراب على كل من السواحل الوسطى وحتى على السواحل الغربية والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة إلى غاية بداية الأسبوع خلال يوم الجمعة ننتظر إن شاء الله نسبة رطوبة عالية على الوجه السحلية الوسطى والغربية مع كذلك رعود منعزلة خلال أواخر النهار على المرتفعة والإذاب وخاصة على منطقة الأوراس مع احتمال بعض الزخات من المطار أجواء مستقرة على الجنوب درجة الحارة في استقرار خلال يومي السبت نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله خلال يوم الأحد ننتظر نفس الوضعية الجوية نسبة رطوبة عالية على وجه السحلية الوسطى والغربية لكن دائما تواصل لرعود منعزلة على المرتفعات والهضاب باحتمال لبعض الزخات من المطار على منطقة الأوراس كذلك خلال يوم السبت وخلال يوم الأحد إن شاء الله رعود ستخص المرتفعات أقول مرتفعات الهوغار والتصلي إلى غاية أقصى الجنوب درجات الحارة دائما فصلية مرتفعة خاصة على المرتفعات والهضاب وحتى على الصحراء الوسطى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة